هبوط الليرة لا يعبر سوى عن تدهور ثقة المستثمرين في توجهات السياسة الاقتصادية في تركيا خصوصا مع إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثالث رئيس للبنك المركزي في أقل من عامين وتكمن المعضلة التي تضغط الآن على الليرة التركية في مدى وسرعة خفض معدل الفائدة من قبل رئيس البنك المركزي الجديد الذي يدعم توجهات أن ارتفاع الفائدة يرفع من معدلات التضخم وذلك بطريقة غير مباشرة على عكس ما تقول القواعد الاقتصادية هذه الإقالة أفقدت المستثمرين ثقتهم في المركزي التركي ودفعت بنك سوستي جنرال إلى التحذير من إمكانية مواجهة تركية أزمة عملة أخرى خلال الأشهر المقبلة تحذير يستند إلى تضاءل حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية لدعم الليرة بجانب هروب متوقع لرؤوس الأموال الأجنبية الأمر الذي قد يؤدي إلى هبوط الليرة إلى 9.7 لكل دولار خلال الربع الثاني من هذا العام وهو ما سيؤدي إلى زيادة المخاطر بشأن عدم قدرة تركيا على سداد الديون الأجنبية وارتفاع حالات الإفلاس وبحسب بيانات البنك المركزي فإن هناك ديون خارجية على تركيا بقيمة 190 مليار و300 مليون دولار مستحقة السداد في غضون عام أو أقل ويتركز معظمها في القطاع الخاص فيما يبلغ احتياطي البنك من العملات الأجنبية والذهب نحو 96 مليار دولار الأمر الذي يعكس ضعف القدرة على تغطية هذه الديون